تبات السخنة والتغيرات المنزاجية شديدة تظهر في واحدة بصغيرة بسبب الحؤن دي يعني نبتديك إنه عراض سنة لأس فابتدأ فيه أنواع من العلاج العراض الجانبية الأقل وبدل ما ندي الست حؤن بقى فيه كلام إن هي الأدوية اللي موجودة جديدة تتاخذ عن طريق البؤ فدي تبقى ريح وأسهل طيب إحنا كلمنا عن حاجات كتير خلينا نكلم بقى عن المناظير حنا كلمنا عن الصنار نكلم عن المناظير زمان تعرف الدكتوري لم أكن يحب الشخص العلة كنيان يعمل إيه؟ منظار؟ لا زمان قبل منظار كان يقعد يخبط يقعد يخبط على البطن يخبط يقول إليك ده أنا حاسس هنا فيه مية هنا مش عرف حاجة كبيرة بعد كده التطور اللي بعديه قالك تعالي كان الجديد هو كان الصنار بعد كده بعاد الصنار قالك أنا إليه الصنار بني إديكي سورا بياد ويسود ما أخش إتفرج على الحاجة على طول هو ده المنظار إنه أنا أخش إتفرج على الحاجة فأنا هدخل عدسة انا عاوز اتفرج الحاجة بها دخلها عدسة بس الدنيا جوه البطن منورها لو انظلمها فلازم هاوصل العدسة دي بمصدر اضاءة تحب تشوف الحاجة بحجمها الطبيعية ولا نحب نكبرها ونشوفها حلوة ونسجل صورة يبقى المنظر ده هو ما هو الا عدسة متوصلة بمصدر اضاءة متوصلة بكاميرا هاخش اتفرج بيها قد ايه بقى بعد كل الحاجات دي المنظر بعد كل الحاجات دي الفتحة اللي انا بخش بيها اقل من سنتي يعني هي حاجة صغيرة خالص لان دخلت الفتحة دخلت جوه البطن نفخت بطن المريضة عشان ابعد الامعاء عني خالص بقى قدامي شايف الرحمة ده رح تهب ايه حضرتك CO2 اللي هو كيانه الغاز انا دلوقتي لانما انا دخلت مش هنا في امعاء هنا فانا عاوز ابعد الامعاء وبطن العنية تبقى بعيدة عشان ما يحصلش اي تعوير للامعاء ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون وبعد كده طبعا منشيله يعني احنا خارجيني ثاني اكسيد الكربون ده منفضي انا مستبهاش بثاني اكسيد الكربون بتاعها فندخلنا نفخنا بس تفرجنا هخش اتفرج يبهينا لأول دخلت اتفرج يعني بشخص هخش اتفرج على الرحم على قناتي فلوب ابص على الميبيئ الرحم ده ممكن اقولك كبير ولا صغير علي وراملوفي ولا لا هل يترى الوراملوفي ده الرحم ده شكرا يعني كده انها تدخل من بره وتخرم بطنة الرحم او تخرم الرحم ككل هنا بقى هنجيلك بعد شوية على المنظر الرحم يعني اللي بكلم على المنظر البطن المنظر البطن ده يعني دخلت من هنا بتفرج من بره هو ممكن الوراملوفي بقى على قدر الرحم من بره اه او ممكن ان انا شخص اتأكد ان الرحم ده مفوش تشوهات خلقية تعرف ان الرحم ده مفروض ان هو قوضة واحدة فيه رحم ببس مزقرنين يعني تفتح تبص يتلاقيه عبارة عن الرحمين قدامي فقدرت اقول الرحم ده سليم ولا لا علي او راملوفي لا حجمه كبير ولا صغير ابدأ ابص على قناتي فلوب ان انها هخلي اللي بيساعدني يحقن سبغة من تحت السبغة ده مفروض هتخش فوقنك الرحم للرحم ولو قناتي فلوب سالكين هشوف السبغة ماشي هنا والسبغة هنا السبغة دي بيبقى لونها زرقة فقدرت كمان اشخص هل يطر انا فيها مشاكل أو لا قدامي بعد كده المبيض المبيض ده اقدر اقول هل يطر عليه كياس ولا لا هل يطر عليه كياس شوكولاتة ولا لا كل ده بمنظر البط ده كل ده منظر البط ودلوقتي ده تشخيص عندي بقى كمان علاج في ردي لقيت كيس شوكولاتة هنشيله الكيس على المبيض هنشيله لقيت ان في بعض الالتصاقات لو انا عندي قناة فلوب وفيه التصاقات عاملها كده معنى مقص السؤال المنظر التشخيصي والمنظر الجراحي اللي هو العلاجي لكن بنفس الحكم ولا بنحتاج نوسع لا خالص هي كلها في نفس الاعدة في سيم سيتينج يعني مش بصح العيانة ولا هنيجي تاني لا خالص هي في نفس الاعدة انا دخلت بدخلت اتفرقت لقيت عندي حاجة من نفس الفتحة بخش اشتغل بطلع وخش تاني بأي ان كان اه بخش بالالات يعني مثلا انا محتاج دلوقت شايف التساقات الالتساقات دي هعمل في ايه محتاج مقص هروح شايل حاجة من جوة وعمل او ممكن اعمل فتحة تانية عمل فتحة تانية من هنا على جنب ورح مدخل المقص التاعي وابدأ ان انا قص وقص للتساقات او تسمعها حتى حاجة نسمعها كيل المبايد يعني لو واحدة عندها مرض تكيس تكيس على المبايد في نسمعها حاجة اسمها دريلينج يعني ايه يعني هكوي المبيض دي واحدة مريض عندها تكيس على المبايد جربنا نديها ادوية لتنشيط التبويض بس على الرغم من كده مش بتستجيبش ساعتها الحل ان احنا نكوي المبيض يعني عمله خرم او اتنين او تلاتة او اربعة لما يبقى عنديك راديو قديم ومش شغال مش تخبطي على جماغه هو كان لنا في المبيض المبيض مش عاوز مش عاوز يستجيب خالص يبقى اني هكوي المبيض عشان بديله زي ترومة يعني خبطة كده بحيث انه هو يبدأ انه هو يستجيب كل ده منظر البطن عندي حاجة اسمها المنظر الرحمي منظر الرحمي يعني ايه يعني هخش بقى من تحت هخش من المهبل لعونك الرحم للرحم اخش هتفرق جوه منظر الرحم منظر البطن ده كان بيوريكي قنطاي فالوب والمبيض لا منظر الرحمي مش هوريكي الا جوه تبويف الرحم جوه تبويف الرحم اتأكد الرحم ده شكله كويس ولا فيه مشكلة الرحم اللي كويس ده عمز ايه اب هو المناظر دي مش حد بحيث انها مثلا ممكن تخرم حاجة تانية وهي ماشية كده كل حاجة في الدنيا عاملة زي سوقت العربية طرف السوق العربية هتوصلي بسلام ما بتعرفيش السوق العربية يهدوسي واحد هتعملي حدسة تمام فهي الفكرة على حسب اللي بيشتغل مهارة طبيب يعني مهارة طبيب هي في الاخر هي متوصلة بمصدر اضاءة بس الجدار الامامي الجدار الخلف اللي في للرحم برضو هننفخ بس المرة دي هننفخ مية فالرحم يبعد كده ابدأ خش هتفرق ايه اللي جوه الرحم اقدر اقول الرحم ده تجويفه سليم ولا بايز الرحم التجويفه السليم ده عارف العيش البلدي الحلوة الجميلة المنفوش هو ده الرحم فيه بعيش تاني اللي هو المقدد اللي هو مقفول على نفسه ده اللي فيه التساقات ده اللي هو عارف الرحم في عضلات لو عضلات الرحم دي لعبت شوية جمي كده وكبرت تعملك الورم اللوفي فانا ممكن حتى الورم اللوفي اللي جوه تجويف الرحم اخش هشيله بالمنزار الرحمي بنشيله ازاي انا عندي زاي كورة كده عارف عشاور ما لو بيقطع الحاجة انسلايسز خش انا برضو اقطع 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 لغاية منخلص خلص اللي هو الورم اللوفي فبردو المنزار الرحمي ده بقى تشخيص وبقى علاج علاج لإيه لو عندي انتساقات هشيلها لو عندي ورم اللوفي هشيله لو عنديك حاجز الحاجز ازاي يعني عبارة ايه الرحم ده هو عبارة قوضة واحدة لو القوضة دي في نص عد حتى رصيف هو ده الحاجز فيقسم الرحم الاتنين فده ممكن يعمل تأخر انجاب او يعمل اجهاض متكرر يعني واحدة يحمل مرة واثنين وثلاثة وتقوض دايما ديما ده او ان الحملة نفسه يتحط على الرصيف ده فيبقى الرصيف ده اكيد مفوش انسجة تسمح بالغزة للجنين فيحصل ساعة تسمع انت واحدة تقولك انا سقط مرة واثنين وثلاثة واربعة وروحت والدكتور قال لي لا انت عنديك حاجز ولازم ديشيله فالمنزار الرحمي انا شخصي بي برضو وعليك تسواء ورملوفي او سواء التساقات او سواء ان انا حاجز ان انا شلته المناظير لما اوجدوها حلت لنا مشاكل كتير جدا المناظير لما اوجدوها حلت مشاكل كتير انت عارف اكتر حاجة بتوجع في العملية هي اللي عملناه جوه لا خالص الفتحة البرة اللي عمل لواحد عملية فتحة بط اللي وجهها اننا لما عمل لها فتحة 10 سنتي هو ده اللي وجهها وجع الفتحة الجلد هي اللي وجهها بينما لما عمل لها منظار واخش من فتحة سنتي بيبقاش في وجع بعد العملية فالمناظير دي حلت مشاكل ما بعد العملية اي عملية تفتح بطن بتعمل التساقات انتي فتحتي 10 سنتي في مكان 10 سنتي وفيه التساقات بنامنا تخش بالمنزار من سنتي واحد مش هبقى فيه التساقات فالمناظير فترة كمان انه فترة النقاها اقل اقل جدا شركات التأمين بقت تطلب ان هي المريضة تعمل عملية بالمنزار ولا سفتح بطن لان المريضة اللي هتعملها بالمنزار هي دي اللي هترجع الشغل على طول وهي دي اللي عادتها في البيت هتقل تمام طيب ده بالنسبة للمنزار نزيف المهبالي ايه جديد فيه النزيف المهبالي كاننا بنتكلم عن بعض الالاجات الجديدة ان انا بعض الناس فيه مشاكل ناس بيستخدموا وسائل منع الحمل ليسمى اللولب بس اللولب ده مشكلة انه بزود ايام وكمية الدورة فابتدين ان فيه كلام ان فيه اللولب يعقص القصة دي اللي هو لو تسمع عنه اللولب الهرموني يعني ايه اللولب الهرموني لو هي مشكلة اللولب نزود ايام وكمية الدورة كانوا بيتكلموا عن فوائد اللولب الهرموني ان ده واحدة او لا بعد 6 شهور الدورة هتقل بعد سنة الدورة هتختفي خالص وتقعدت 5 سنين طول ما انت مركبة اللولب الهرموني ما بتشوفيش اي دورة خالص فحللها القصة دي معلش سنية واحدة 5 سنين من غير دورة خالص ده مش هيدخلها فيه اعراض منوبوز مبكر خالص فيه فرقة هو الدورة بتحصل ازاي اصلا المبيض يحصل طبويد الطبويد يطلع هرمونات الهرمونات دي تروح على ابطنط الرحم تتخنها بعد شوية البويضة دي ماتت فما بقاش فيه هرمونات تطلع فبطنط الرحم التخينة دي تقع عندك ارض زراعية بترشيها مية المية دي اللي هي الهرمونات بعد شوية بطلت رشها الارض الزراعية اللي الكبري دي حصل لإيه هتموت وتقع هو دي الدورة الشهرية اللي بتحصل للوحلة كل شهر اللي ركبت لها اللولاب الهرموني دي عندك قصة دي كلها بيطلع طبويد ويطلع هرمونات بس هو اللولاب الهرموني بيطلع هرمون بيرفع بطنط الرحم يخليه ما تكبرش اصلا يعني هو الجسم بيطلع هرمون يخلي بطنط الرحم تدخن وده بيطلع هرمون يخلي بطنط الرحم دايما رفايعا جدا رفايعا جدا فمنزلش عليها دورة شهرية فهي ما يجلهاش اعراض لسن اليأس ولا أعراض هبات حرارية لأن هرمونين هي جسمها وحدة الحركة يعني هو بيشتغل على جوة تجويف الرحم مالوش دعوة بالجسم ولا بهرمونات الجسم ولا اللي بيحصل في الدم مالوش دعوة بالكسس دي كلها خالص فهو وجدوا اللولب الهرموني لعلاجة الستات لو واحدة كان اللولب العادي النحاسي مش مريحة وبيعملها نزيف فأنا أقول لها لو أنت مشكلتك في النزيف أنا هخلي الدورة ما تجلكيش أو واحدة حتى عندها تربط في الدورة الشهرية يعني واحدة بقت حاجة واربعين سنة وابتدت الدورة تلخبط وتقول لك أنا بقى يجيلي نزيف كتير مرة ما تجيش خالص أو مرة تيجي قليلة جدا ومش عارفة قبل ما الدورة تبدأ أن هي تقطع أنت عارفة الدورة الشهرية تيجي البنت عند سن مثلا عشر أو حدواشر أو اثناشر سنة تفضل ماشي معها كويس جدا توصل لأواخر الاربانات تبدأ أن هي تلخبط يعني الأكتر مرحلتين وعمرالتين بيحصل فيهم اللخبطة هي بعد البلوخ بعد البلوخ بسنة أو سنتين أو قرب انتهاء الدورة يعني دايما تلاقي حتى الست جاي بالك بنتها تقول لك دانبنتي لسه بلغة جديد والدورة معها بتلخبط أقول لها عادي سبيها في حالها سنة هتلاقي دورة تنتظر طبعا لو ما كانش عندها أي حاجة من المشاكل بنعمل سنار نتأكد أنه ما فيش لأوراملو فيها ولا لحمية بس هو دايما منطمن الستات ونقول لها دي عادي لو عندك عربية ما سوقتهاش بالك عشر سنين لما تيجي تسوقيها مش تقطع منك شوية هي كده تفضلي ماشي بالعربية 40 سنة تسخن وتبدأ تقطع منك قبل ما تقطع خلاص هو ده اللي بيحصل فإحنا كان قصة اللولب الهرموني كان بيتكلم عن الفوائده وإن هو استخداماته وإن هو إزاي ممكن يحللنا الكتير من المشاكل اللي هي الترباط الدورة الشهرية إن هي بتاعمل عند الستات مشاكل تلاقي الستة تقول لك الدورة مجلهاش لما تنرفزها متضايقة لأحسع خل نازي أو النهاية تيجي بالعكس اللي هي النزيف يعني أرب انتهاء الدورة أرب انتهاء انقطاع الطمس لما ستوصل لأخل المنعات تبدأ المشاكل دي فاللولب يحلل المشكلة دي خالص إنه ما يجلهاش دورة خاص طيب وده الجديد اللي هو استخدام اللولب لعلاجها دي المشكلة طيب بالنسبة للاضطرابات الهرمونية بكافة أشكالها عند الأنسات وسيدات على حد انسوا الجديد في هذا الموضوع؟ الجديد يعني مفيش دوة ممكن نقول عليها يا جديد بس احنا دايما نحاول نوصل الرسالة للناس على إن جزء كتير جدا من المشاكل الدورة الشهرية عارفة كلها مشاكل بسبب ايه؟ الدماغ يعني كل الهرمونية متوترة منزعجة ما إلى ذلك كل الهرمونية اللي بتتحكم في الطبوية طالع من الدماغ فأقول للواحدة رايحة دماغك ما بيضك هر رايحك ودورتك في انتظم تعبت دماغك وعدت تفكري كتير دماغك هتتعبك والمجبب بتاعك هتعبك وتلاقي دورة لخبك والدليل على ذلك أنت عارفة أن احنا قلنا أكتر ناس معرضين للطرابات الهرمونية والطرابات الدورة الشهرية هما اللي هو بعد البلوخ في المرحلة دي في مرحلة المراهقة وقبل انقطاع اللي هي أسوص النلياسة ولو فكرتني هتلاقي دولة أكتر فئات عمرية بتبقى حساسة جدا يعني البنت بعد البلوخ في مرحلة المراهقة هي دي اللي قاعدة بالذاكر وتمتحن واسترس امتحانات وقاعدة تحبه وتتحبه وتخش في مشاكل وقبل ما الدورة تقطع وتخش في سن اليأس تباهية دي اللي بتدت جوزها بتدى ينشغل عنها عيالها بتدى ينشغل عنها هي ما بقتش مهتمية بنفسها فتبدأ أن هي تدخن فلما تبدأ تدخن تخش في مشاكل والطرابات في الدورة الشهرية فحتى لما نلاقي جوز كتير من الستات اللي هما عندهم لخبطة وقلق في فوق الاربنات نحاول نتكلم مع جوازهم نتكلم مع عيالهم أن هما زي يحاول يدهم يعني زي يدهم رعاية نفسية يعني وجدوا أنه كتير جدا حتى بعد كده لست دي لما دورتها تقطع وتخش في مينيبوز يعني سن اليأس وجدوا أن الستات عملوا في أمريكا دراسة قسموا الستات لودو كروبس الناس لما دخلوا في سن اليأس الناس يدهم علاج هرموني يعني بديل وانياس قاعدوا مع جوازهم وعيالهم وفاهمهم أن هما زي يدهم رعاية نفسية وصحية ويعملوا لهم مفاجآت ويكونوا تطمعهم وجدوا أن الناس اللي بتاخد رعاية نفسية النتائج فيهم أحسام جدا يتعرفين كتير جدا من مشاكلنا البدنية هي حاجات سايكوسوماتيك دزيز يعني احنا مش عينين بس هي الدماغ هنا مرياحة ومفيها مشكلة يعني دكتور عمر حسن مدرس الشر الأمراض النساء والتوليب بالطبق قصرعيني عضو الجماعية الأمريكية للخصوبة ولوك محركنا وارتنا نهار ديفا شكرا مرسي جدا مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت هذه الحلقة من حلقات برنامج طبيب العيلة احنا حاولنا أن احنا نقدم لحضراتكم كل المعلومات اللازمة عن هذا المؤتمر وان شاء الله كافة المؤتمرات الطبية هنقدم لحضراتكم كل ما هو جديد فيها دمتم بصحة وعفية وسعادة وأمان